اشتركوا في القناة للأحرار لخلق هذه الفيدرالية الوطنية اللي مرة أخرى تهتم بكل القضايا والأغراض للإقلاع بهذا القطاع الحيوي اللي كعرف عدد من المعاناة وعدد من المآسي وكنشوفه كيفاش هاد البطاقال ديال الفنان يعني يتفعل وكيفاش قانون ديال الفنان كذلك هو ينزل لحيث تنفيذ ويتفعل بصفة واضحة وصفة قوية إذن خلق هاد الفيدرالية اللي يعني يوضع لها واحد رؤية مستقبلية طلة ديال هاد الفنان اللي حاضرين معنا اليوم ما هو غايكون إلا دفعة قوية بالنسبة للحزب اللي ديجا مسبقا قام بناش أعدد من الفيدرالية الموازية الفيدرالية ديال المرأة الفيدرالية ديال الشباب الفيدرالية ديال الأطباء إلى غير ذلك والمحامون فالآن كنشوفوه أن هذة الفنانتا هما يعني التعاطف مع الحزب والحزب تعاطف معهم لارتقاء بهذا القطاع اللي هو مرة أخرى حيوي ومهم بالنسبة لنا كمجتمع طبع لملا كان فيدرالية متعددة اللي ممكن تهيض نضم الحزب ديالنا اللي هو منفتح على نفسه منفتح على المحيث دياله وكل الفيدرالية غادي يكونوا يعني مرحبا بهم شفنا في الأول لما تعطتنا طلاقة كان تصور ديال الفيدرالية ديال المرأة اللي عرفت الوجود ديالها بالمجيء ديال السيد عزيز أخ النوش لما أخذ الرئاسة ديال الحزب ومباشرة فيدرالية أخرى تخلقوا اللي كانت شوفوهم اليوم ختمين كل دينامية وحيوية وبعزيمة وإرادة قوية دائما لكل الحزب ديالنا في الصدارة بإذن الله